اشتركوا في القناة 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 وتاني مشكلة عندنا بقارة بنجع أولاد عليو عندنا مشكلة أولاد عليو ينشدون السيد المحافظ والسيد الرئيس المدينة بعمل كبري لصعود الطلاب والأهالي عليه بدلاً من المعادية طبعاً عندنا طبعاً مشاكل تانية ولكن برضو هنتكلم عن الإيجابيات عندنا من الإيجابيات منذ أيام قليلة قد تم عمل مطب شوكا في مدخل مدينة البليانة وده طبعاً من الإيجابيات اللي عندنا وعندنا طبعاً حاجات كتير جداً ولكن الرجاء للسيد المحافظ والسيد الرئيس المدينة الاهتمام بطريق الموت ثم الاهتمام بالوحدة الصحية وتوفير الحاجات اللي مش متوفرة وأنه يكون عندنا طبيب متخصص والاهتمام بكل حاجة بالناس اللي هي دي قعدة في الشارع يريد صوتي يوصل أنه نحن عايزين تبقى يعني مش تبقى القرية بس ما بتكلمش عن قريتي بس بتكلم عن المدينة والمحافظة كلها بتكلم عن الصعيد برضو كافة عامة ما بتكلمش عن حد معين ولا عن حاجة معينة وطبعاً كل الشكر والتأدير للسيد المحافظ اللي هو طاري الفقي على إنجازاته لقد تم افتتاح الصرف الصحي منذ أيام قليلة داخل قرية الحلافي دي طبعاً من الإيجابيات ومن حاجات الكويسة ونشكره برضو على أنه قد تم عمل مطب شوكة في مدخل مدينة البليانة طبعاً لها كل شكر والتأدير طبعاً هما بيعملوا الحاجات دي مطب شوكة ده علشان الناس بتتخانق كتير الناس بتعمل حوادث يعني الطريق جاي كده بالعكس يعني الطريق اللي هو المار كده فدي طبعاً من الإيجابيات اللي حصلت بإذن الله ما يكونش في عندنا أي مشاكل تانية وبإذن الله قريباً يكون عندنا المدرسة بالحلافي الشرقية تشتغل بإذن الله في بداية العامة الدراسي الجديد طبعاً خلصنا فقرة القرية وخلصنا فقرة المدينة وهنتكلم عن المحافظة سميت سهاج على اسم ملكة فرعونية وقيلة في وقيلة على اسم وقيلة هي سميت على اسم واحد من الكهنة الذين آمنوا بسيدنا موسى ويبلغ عدد سكانها من 5 ل 6 مليون وتبلغ عدد مساحتها 11 ألف و 22 كيلو متر وتعد أكثر من عشر محافظات كسافة حدودها من اليسار أسيود ومن الجنوب إنا ومن الغرب الواد الجديد ومن الشر البحر الأحمر وتقع في منتصف المسافة ما بين القاهرة وأسوان وتضم 12 مركز ومدينة و3 حي و51 قرية رئيسية وتحتفل بعيدها القومي يوم 10 إبريل حيث هزمت الحملة الفرنسية في جهينا وعندنا طبعا من الإجابيات اللي عندنا اللي بيقدمهن السيد المحافظ اللي هو طارق الفقي عندنا في داخل المحافظة عندنا نادي رياضي وهو يعتبر من أشهر النوادي على مستوى المحافظة وعندنا طبعا إجابيات وحاجات كتير جدا ولكن هنطلع فاصل وهنرجع لكم تابعوني بعد الفاصل كونوا معنا هنتكلم بعد الفاصل عن حاجات مهمة عن تجربتي الشخصية ولكن تابعوني بعد الفاصل فاصل قصير ثم نعود إليكم كونوا معنا طبعا رجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين طبعا أول حاجة أحب أكلمكم عن تجربة الشخصية طبعا أنا زي أي بنت طموحة متفألة وبتحلم وبتحقق أحلامها وإن أنا أحقق أحلامي مش كل أحلامي مش معنى إن أنا وصلت لنعم أستطيع إن أنا وصلت لكل أحلامي في حاجات أنا ما وصلت لهاش ولكن بإذن الله هوصل لها وهحقق كل اللي أنا بتمنىها يا رب وربنا يقف معايا طبعا أنا إحنا عارفين في الصعيد كلنا بنبص الخريج السنوية الفنية بصة مش هي بيبصله بقى بصة اللي هي بصة زي ما بيقوله من تحت الترابيزة اللي هي بصة بقرف طبعا أنا مش كده خالص ما حدش بصلي البصة دي طبعا حبيت أحسن من مظهري قدام الناس وقلت أنا هكمل تعليمي وهدخل تنسيق وهشوف أنا هيجيلي إيه جالي معهد علوم إدارية أعلى معهد في محافظة تهاج ولكن رحت وقدمت ولكن حصلت ظروف معينة فاضطريت إن أنا ما كملش في المعهد ولكن للأسف الشديد رحت معهد آخر خارج المحافظة في الحقيقة معهد اكتشفت إن أنا بعد ما كنت فاكرة نفسي بتعلم وكنت فاكرة نفسي في معهد إن أنا اكتشفت إن أنا بيتضحك علي إن أنا فكرة نفسي إن أنا بتعلم ولكن أنا ما بتعلمش أنا بيتضحك علي أنا بيدع مستقبلي فطبعا في بداية التقديم في المكان اللي أنا روحت له وعدنا بحاجات كتير جدا وعدنا إنهم رسوم السنة هتكون شاملة كل حاجة الكرسات وكل حاجة والشهادة هتكون معتمدة من جامعة عين شمس ولكن بعد ما روحنا وقضينا بعد فترة من الدراسة اكتشفنا حاجات كتيرة جدا رسوم السنة بقى اللي كانت كاملة متكاملة وما فيش أي حاجة تانية عليها بقت الكرسات عايزة نصاريف لوحدها بقت كل حاجة عايزة نصاريف لوحدها بقت الشهادة بعد ما كانت معتمدة من جامعة عين الشمس بقت معتمدة من جامعة الأسيوت بعد شوية بقت معتمدة من فين؟ من جامعة القاهرة اعترف في الآخر معتمدة من فين؟ ما نعرفش إنها معتمدة من عند بتاع البليلة اكتشفنا إنه إحنا بيتضحك علينا اكتشفنا إنه إحنا في مكان وهمي في مكان متفابرك في مكان بيتضحك علينا فيه فاكرين نفسنا إنه إنا بنتعلم ولكن للأسف ما بنتعلمش بيتضحك علينا طبعا أنا بعدما اكتشفت الحقيقة دي وأنه المكان مكان متفبرك وأنه المكان مكان مزيف مستحيل أرضاه على نفسي أن أنا أكمل في مكان زي ده ما ضيعش بقى مستقبلي وضيع سنيني وضيع مصاريفي وضيع حاجات كل حاجات كتير وضيع وقتي أن أنا أبقى في مكان متفبرك وفي الآخر هاخد شهادة معتمدة من فين مش هاخد شهادة معتمدة طبعا أنا ضد المبدأ ده خالص دور على مستقبلي لما طلبت أن أنا بحقي اكتشفت الحقيقة بقى لما كان مش معتمد وده مركز كورسات طلبت بحقي أن أنا عايزة ورقي وعايزة رسوم السنة ولكن رفضوا ورحت وطلبت بحقي مرة واثنين وثلاثة واربعة ولكن في الآخر أنا يتقال لي بره أنا تردوني قالوا لي بره ملكيش حاجة عندنا أنا مش جايش أغال عندك عشان تقول لي بره أنا مدام ما أخدتش حقي أن أنا توصلني إن أنا أخد حقي إن أنا أخد حقي إن أنا أخد فلوسي وأخد ورقي كده أنا هاخد حقي بالقانون وبإذن الله اتطريت بكده اتطريت إن أنا أرفع عليهم قضية جنائية ودلوقتي طبعا اتطريت إن أنا أرفع عليهم قضية جنائية وبإذن الله ما زالت لحد الآن القضية متعلقة طبعا لحد هنا انتهت فقرة الحرقة فقرة التمام انتهت حرقة التمام هتكلمكم الأول عن أهلي آخر فقرة هتكلمكم عن أهلي طبعا أهلي دول أغلى حاجة في حياتي أهلي وأهلي قريته دول أغلى حاجة في حياتي طبعا باحترمهم جدا وبقول لهم ربنا يا ربي يخليكم لي ويرزقكم بكل خير هتكلمكم عن أبويا أبويا ده الرجل اللي مفيش حد في غلوته في قلبي أبويا ده الرجل العظيم الأبويا ده اللي مقدرش يستغنى عنه أبويا ده اللي بيدعمني وبيساعدني وبيعملي كل حاجة نفسي فيها أبويا ده أعظم أبي في الدنيا ربنا يا ربي يخليك ليه يا أبويا ويحفظك وما يحرمنيش منك أبدا وهنتكلم عن عرفات ابن عمي بدولة الكويت وقل له ربنا يا ربي يحفظك ويخليك يا عرفات ويرزقك بكل خير يا ابن عمي وهنتكلم عن عبود ابن عمي الكبير ربنا يا ربي عبود يخليك ويرزقك بكل خير ويحفظك يا ربي ويعليك كمان وكمان وهكلمكم عن أولاد خالتي وخالي أولاد خالتي المهندس عبد اللطيف عبد المجيد له كل الشكر والتقدير والمهندس أحمد عبد المجيد وخريج كلية اللغة العربية محمود الهلالي وخريج كلية اللغة العربية وليد الهلالي وإهاب طبعا كلهم بشكرهم كل الشكر والتأدير وأكلمكم عن عمي الحج علي صاحب مكتب الطاهر للمؤولات بالقاهرة له كل الشكر والتأدير والإحترام ربنا يا رب يحفظه ويرزقه ويرزقه بكل خير ويعليه كمان وكمان وهكلمكم عن وهكلمكم عن عمي صالح ده عمي ربنا يا رب يخليك يا عم ويعليه كمان وكمان ويرزقك بكل خير ويحفظك يا رب ويعليك كمان وكمان وأكلمكم عن أخوي عبد الله أخوي عبد الله أخوي عبد الله ده اللي وقف معايا وسعيدني وكان معايا في كل حاجة ووقف معايا بجد ربنا يا رب يخليك لي وما يحرمنيش منك أبدا يا رب وأكلمكم عن عمي عابد صاحب مكتب العبد والمؤولاد بالقاهرة ربنا يا رب يخليك كمان وكمان يعليك كمان وكمان وخليك ويرزقك بكل خير يا عمي وأكلمكم عن علاء أخوي الكبير قل له ربنا يا ربي يخليك ويرزقك بكل خير ويحفظك يا أخويا وهكلمكم عن أحمد أخويا ربنا يا ربي يا أحمد يخليك ويرجعك لنا بالسلامة ويرزقك بكل خير يا رب وهكلمكم عن عمي ضاحي ربنا يا ربي يخليك يا عمي ضاحي ويرزقك بكل خير ويحفظك يا رب ويرجعك لنا بالسلامة وهكلمكم عن عمي وهو عمي ضاحي ربنا يا ربي يخليه ويرزقه بكل خير ويرجعه لنا بالسلامة يا رب وأكلمكم عن محمد عبد العال ابن عم الكبير ساعدني ووقف جنبي وعمري ما هنسى وقفيته جنبي ربنا يا ربي يا محمد يخليك ويرزقك بكل خير يا رب وأكلمكم عن ابن عم عواد ألف مبروك للتخرج ابن عم خريج علوم إدارية بسهاج ربنا يا ربي يرزقك ويعليك كمان وكمان معنا تليفون باش مهندسة مروة للأسف الخط قطع ولكن حب أقول لأولاد عمي ربنا يا ربي يخليكم ويرزقكم ويعفاظكم يا رب ومعنا تليفون باش مهندسة مروة ونقول ألو والسلام عليكم والسلام عليكم السلام إزاي حضرتك باش مهندسة ربنا يخليك صباح الخير يا عيبة وصباح الخير على كل أسوة برنامج صباح اللي بارك عليك بحنيك من كل قلبي وألف ألف مبروك ربنا يوفاكك واتحقك كل أحلامك يفع الله يا حبيبت ربنا يخليك يا رب يعني كل المحبين بيبلغوك ألف مبروك وربنا يوفاكك الله يبارك فيهم جميعا يا رب ويحفظهم ويخليهم وربنا يخليكم يا رب وربنا يا رب يحفظ لي أهلي من كل حاجة وحشة ومن كل شهر يا أطاق بنا ينسير وألف ألف مبروك الله يوفاكك يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب ربنا يحفظ عليكم السلام ورحمة الله لحد هنا انتهت حلقتنا وحب أقول لكم أنه ما بتوقفش حلمك حتى ولو كل الأبواب تقفلت في وشك الأمل لسه موجود في نعم أستطيع دموكم الله بخير أشوفكم على خير يوم الأربعاء القادم الساعة العشرة والنصف صباحا السلام عليكم اشتركوا في القناة